قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله فأمرنا الله عز وجل بأن نتعلم معنى لا إله إلا الله نتعلم ما يتعلق بلا إله إلا الله بالتوحيد بالعقيدة الصحيحة بالإخلاص كلام الله عز وجل في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الثابتة والإجماع الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليه هذه هي الأصول الثلاثة التي تقاس عليها جميع العبادات والعقائد وجميع الأشياء فهذه الكتب التي نعتمد عليها من المختصرات والملخصات لا بد أن تنص نصا صريحا واضحا بينا على أننا لا نتجاوز قول الله عز وجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت وهدي الصحابة رضوان الله عليهم وبهذه الأصول الثلاثة نقيس جميع الأعمال والعبادات هذه النقطة الأولى أن تعرف ما هو المصدر الصحيح للعقيدة الصحيحة